المحكمة الانتحادية أنا بتصوري لا تشنج الأمور الآن حوارات سياسية هذه الحوارات السياسية لو نفترضنا أنها توصلت اليوم إلى حل توصلت إلى حل وسحبت الشكوى لنفترض توصلت إلى حل يعني حضرتك إلى الآن تقول أكوى حل شنو الإشكال هو الحاصل بغض النظر حال يقصد حل الأزمة يعني الآن لو باسم خشان سحب الشكوى ماذا سيحدث والمسهدان سحب الشكوى ماذا سيحدث هو هذا الأريد أقوله أن الحوار يعني ممكن نصل إلى هذه النتيجة وتهدأ الأمور أو يطلع قرار كما طلع من المحكمة الاتحادية سابقا يعني إحنا هم نفتهم بالقانون شوية ترى هم قارين أستاذ طارق يعني